ترأس سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة مدائح والدة الإله في زمن الصوم الأربعين المقدس وذلك في كنيسة رقاد السيدة العذراء في الصلط وفي نهاية الخدمة هنأ سيادته جموع المؤمنين بفترة الصوم الكبير ومديح والدة الإله دارعا إلى الله أن يحفظ الأردن ويرحم غزة في هذه الأوقات الصعبة وأن يرفع الله عنهم وعن العالم أجمع شر الحروب والمحان حضر الصلاة السفير القبرصي والسفير الجورجي وعاونه في الخدمة عدد من الأباء الكهنة والشمامسة بحضور جمع من أبناء الرعية وآخر على زيارته إلى الصلط تفقد سيادته أعمال الترميم لمضافة الدير وبيت الشبيب في الصلط والذي يتكون من عدة طوابق متاحة بشكل دائما لاستقبال السياح وزوار المدينة وسيزود بيت الشبيب بمكتبة ثقافية وروحية من كتب ورقية وإلكترونية بما يعكس الهوية الروحية الثقافية في بلادنا المقدسة